عايز اتكلم عن ماتش النهاردة ماتش النهاردة على فكرة مش سهل خلي بالكوا ديم الماتشات المؤلئة جدا يعني آه طبعا ان شاء الله عندنا ثقة في الجهاز الفاني وثقة في اللعيبة ولكن الماتشات اللي زي دي انا بقى لقى منها بقى لقى منها مع احترامي للمنافس طبعا المنافس لما بنقول مثلا الاهلي حيلعب غير نادي الزمالك حيلعب فرقة تانية غير نادي الزمالك مثلا فاحيانا احيانا بعض الجماهير بتستسل الماتش وتقول ايه لا لا الاهلي هو اللي حكسب ان شاء الله ده المفروض ان هو مفيش فرقات لا الماتشات اللي هي زي دي اللي هي ماتشات النهاردة دي ما بتبقى السهلة وماتشاتك خبل بلك كمان وغاية ايه ماتش نهائي كاس نهائيات الكؤوس والماتشات اللي هي زي دي مع فرق انت تقول ان انت مثلا احسن منها بمراحل او الفرقات بينكو كبيرة لا ما بتبقى السهلة لان ده طلاع الجيش منافس محترم صعد على حساب قندية كبيرة لنهائي الكاس وصل للنهائي عن جدرة واستحقاق وبالتأكيد بيطمع في مواصلة مشواره والفوس بالبطولة النادي طلاع الجيش مطلع الوصيف ومطلع بطل المسابقة السنة اللي فاتت مطلع تاني الدوري ومطلع تالت الدوري عشان كده لازم نعمل الف حساب لهذه المباراة لانها امام فريق منظم بيلعب كرة جيدة ودعم صفوفه بعدد كبير جدا المسابقات الجديدة يمكن بلغت تسع لعبين ولكن الاهلي دايما عودنا بيلعب على الفوز مهما كانت المنافسة بنحترم جميع المنافسين سواء اللي هم اقل مننا او اللي هم زينا في المستوى